السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله قد يتسأل السائل هذه الزكاة على من تجب تجب على كل انسان ربنا فتح عليه باب الرزق اعطاك الله المال فبلغ النصاب بلغ النصاب كم مقدار هذا النصاب هذا النصاب مقداره هو خمسة وتمانين جرام دهبا كان شاعد ملدهب كان قوليش حل الجرام في قلية ثمانية الجرام فاضربه في خمسة وتمانين والحاصل هو هو مالز تقريبا حوالي عشرين الف درهم خمسة وعشرين الف درهم هذا هو النصاب للزكاة اذا كان عندك القدر من المال وبقي عندك محفوظا طيلة سنة وانت مستغنين عنه سنة كلها وهو محفوظ اما في البنك او في بيتك او في متجارك محفوظ ما ترك طيلة سنة بكاملها مر عليه الحول بلغ النصاب ثم مرور الحول شرط تاني ثم الشرط تالي ان يكون خالي من الديون ما عندك ديون لو كان عندك ديون وحقوق الناس اولا قبل ان تعطيه الزكاة اعطي الحقوق لاصحابها وان لا يكون لك فيك لك معك في شريك لا يكون مالك الخاص انا داك تخرج الزكاة كما قدرها اتنين فاصل خمسة في المائة جو جو نصف في المائة يعني كل مليون فيها مئتين وخمسين درهم خمسالاف ريال في كل مليون هذه من كان عنده هذا القدر من المال ومر عليه الحول وكان خالي من الديون يخرج هذا القدر ولمن يعطيه يعطي لهؤلاء الاصطاف الثمانية يبحث عنهم اولا يبحث في دائرته دائرة الاسرة ديالو ودائرة العائلة المقربين اولى كان بحث في الاسرة في العائلة الى كانش واحد من العائلة في هذه الصفات كان عطيه واولى من الغريب الى قتل المقرب الي عندي اجران اجر الصدقاتي واجر القربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة لما اعطت بعض مالزكة لابنت اختها وكانت فقيرة قالت انا تحرج هل هذا مقبول قال اي نعم قال لها هدو ايتام يتربون في حجر اختك ولك اجران اجر الصدقاتي واجر القربة الى كانت الاسرة والعائلة والمقربين كانوا كلهم الحمد لله مستورين وعندهم نصيب ديالهم ولا ينطبق عليهم الاصناف الثمانية المذكورة انا ذاك ابحث عن الجيران ثم الاب الاقرب فالاقرب ثم بعد ذلك الى كالحمد لله الموسط ديالهم كلهم مستور وعندهم الحمد لله الخير ديالهم فابحث عن المسلمين في اي مكان واعطيهم من مال الله تعالى هذه الزكاة لا نعطيها لصنفين اثنين الاصول والفروع الاصول لهما الوالدين ديالنا والاجداد ولا نعطيها للفروع اولادنا واحفادنا علش لان الزكاة تسمع هي اوساخ الناس اوساخ الناس ولا تعطى للاصول وللفروع لان الاصول الفروع ديالنا والدنا ولدنا نعطيهم من طيب مالنا من مالنا الحر الخاص صالح اما الزكاة هي اوساخ الناس كنحيدة عليا كنعطيها للاخرين ولا ابخل لانه ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه لمكي بشي اعطيها كيكون هو يضيع نفسه لانه وضع سيضعها في في واحد الحساب بنكي عند الرحمن لان الله تعالى وضع لكل مننا حساب بنكي في السمع لا يمسه لا يمسه لصوص ولا يأتيه سوس يعني محفوظ من عند الله لما اضع مال الزكاة فاننا اضعه في حسابي الخاص عند الرحمن وربي قال لنبي انه يربيها لكم كما يربي احدكم فلوه او فصيله حتى تصير مثل الجبل هذا الخير يبقى يوم القيامة يتلقى كجبال مكة وتهامة جزاء هذه الصداقات هذه الصداقات ايضا لا تشترط ان يكون صاحبها عند البلوغ وعند العقل قد يكون انسان بقي طفل صغير وعنده اموال كثيرة ربما جاتوا من الارت للاباء واجداده فنخرج منها الزكاة قد يكون مجنون او طرأ عليه الجنون يعطى من مال الزكاة لان الزكاة هي خاصة بالمال لا يشترط فيها وجوب العقل ولا وجوب البلوغ الزكاة تكون من المال وايضا تكون من الحلي الى كان الحلي الدهب والفضة كان انسان يبيع ويشتري فيهم كان تاجر اما اذا كانت المرأة عندها الحلي الدهب والفضة والالماص وغيرها كانت تستعملها من باب التزيون هذا لا شيء عليها اذا كانت هناك بعض النساء عندهم حلي كثير دهبا وفضة اساوير وسلاسل وخواتم للتزيون هذا ما فيه زكاة هذا مال ربنا اعفانا فيه من الزكاة لكن اذا كانت يبيع ويشتري يصير زكاة مال ثم هناك زكاة الغنم ايضا الفلاحة في البوادي والقرى العالم القراوي ايضا الفلاحة يخرج الزكاة الزكاة تخرج اولا من المحاصيل الزراعية من القمح والشعير والذرة والارز وغيرها ومن التمور التمار يعني بحل التمر بحل الزبيب ايضا الزنجلان غيرها من المواد هذه تخرج تخرج يوم عند الحصاد يوم حصاده واتحقه يوم حصاده يعني نهار الحصاد كل انسان يخرج العشر في المحصول يخرج العشر في خمسة او سوق ولكن يقول العلماء لكن اقل يضم بعضها الى بعض الى كانت يسقيها بالماء يستعمل نفقات كثيرة هذا ليس عليه العشر هذا فقط عليه نصف العشر ثم من غير المحاصل الزراعية الغنم الغنم امتداء من 40 شات اللي عنده 40 الى 120 شات كيخارج شات صغيرة واحدة وإلى عنده من 120 شات الى 200 شات كيخارج شاتين شاتين من ال إلى عنده البقرة 30 بقرة فوق 30 بقرة كيخارج شات كذلك الجمال إلى عنده فوق عشرات الجمال يخرج وحد الشات وهكذا النظام وضعه الله سبحانه وتعالى للمحاصل الزراعية وكذلك للغنم قد يقول قائل أنا أخرج الضريبة أنا كنخرج الضريبة على الأموال ديالي وعنده تجارة وعنده فلاحة وكن نأدي الدولة الضريبة فلماذا تفرض علي الزكا الجواب لقال العلماء هو أن هناك فرق كبير ما بين الزكا وما بين النظام الضريبي النظام الضريبي هو حق الدولة أما النظام الزكا هو حق الله فالدولة لكي تقوم أركانها لابد لها من مداخل لأنها عندها الجيش تحفظ به الأمن العام للبلد وعندها الأمن الوطني تحفظ به الأمن الداخلي وعندها قطع التعليم العمومي والصحة العمومية وعندها مجموعة كبيرة من القطاعات لابد أن تغطي نفقتها فتأخذ الضرائب لكي تحافظ على نظام الدولة في القضاء في التعمير في الأوقاف والشؤون الإسلامية مجموعة قطاعات الدولة تقوم بها حكومة برلمانات مجالس من أين تقدم لهم الأجور والأتعاب والتعويضات من مال الضرائب فالنظام الضريبي هو خاص بالدولة حق الدولة أما النظام للزكاة هذا حق الله حق الله يعطى للفقراء والمساكين هؤلاء لهم ضعفاء ومحتاجين الغني هو يبحث عنهم بخلاف الضريبة الضريبة ربما يأتي إليك جاب الضرائب والناس غالبا يكرهونه لأنه يدروا وسائل الإختفاء عنه في حين أن الزكاة أنت تأتي بنفسك وتبحث عن الفقير وتضق بيته وتقول خذ هذه الزكاة هل نبديها أم نخفيها العلماء قال لك الزكاة نخفيها لماذا؟ قالوا لأن حتى لا يقع الرياء رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه نديرها مستورة بعض العلماء قال لك لا نديرها علانية لأن الفرائد ينبغي فيها الإعلام الصلاة ربك يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح الناس يخرجوا للصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة منهم فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع الناس يبسوا الجيل باب الأبيض يخرجوا للجمعة الفرائد فالإظهار الجهاد كذلك يا خيل الله هل أمي الإظهار في الحج وأدن في الناس بالحج يتوك رجالا وعلى كل ضامر قال لهم لبسوا لبس الإحرام الأبيض ورفو صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك الإظهار فقال العلماء الفرائد لابد أن يكون فيها الإظهار ومنها الزكا يكون فيها الإظهار أيضا باش الناس يعرفوا بأن نرى هذه الفاردة ينبغي أن تخرج واللي ما كان شعرف أو غافل احتويك تنافس واحتويك تحفزه على إخراجها لكن شريطة أن يكون الإخلاص لا يكون الرياء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة